السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجراء عجل من مرتضى منصور لمحاولة حل أزمة قيد لعبي أعلن مرتضى منصور رئيس نادية الزمالك عن جديد أزمة قيد لعبي الزمالك ومنع قيدهم من قبل اتحاد القرط المصري هذه الأزمة التي ظهرت مؤخرا أعلن المستشار مرتضى منصور عن رفع دعوة قضائية في القضاء لبحث هذا الأمر ويؤكد أن هناك جلسة سريعة يوم الأربعاء وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب مرتضى منصور قائلا بعد مماطلة اتحاد قرة القدم لمدة أسبوع رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لعبي الزمالك السلاسة وهم يعلمون أن قرارهم بعد مقيدهم للعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية ولم يكن قرار الاتحاد صادر من أجل مصلحة عامة بل للانتقام الشخصي من نادي أزمالك وجماهيره ورئيسه وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس نادي أزمالك وإذا ذلك العبس الغير مبرر نجح المستشار مرتضى منصور في تحديد جلسة عاجلة صباح الغد الأربعاء طالبا الإيقاف الفوري وإلغاء قرار اتحاد القرى الذي صدر لصالح نادي معين لحرمان نادي أزمالك من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة نحن نصق في قضاءنا العادل أيا كان حكمه ترجمة نانسي قنقر